السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم غدي نشوفه مع بعضياتنا وحد دريس خفيف وراقي في نفس الوقت وسهل طبيعي الحال فأول حاجة غدي نديروها ناخدو خيط حرير نبروم على ثلاثة ديال الشعرات ممكن تستعملو على الاربعة ولكن من الافضل ثلاثة ديال الشعرات الآن فهدي نوضع الحبكة على التوب يعني بالنسبة لي هاد الحبكة هادي غادي تشكل بحل كأرضية اللي غادي نخدم انا فوق منها من بعد غادي نوضع عليها يعني الدرس فهي مهمة بزاف تقدروا تستغنوا عليها لو بغيتوا ولكن من الافضل انكم تديروها سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كتبين الدرس يعني زوين فدائما اول مرة غدا تخدم الحبكة فهي بسيطة بزاف وسهلة كيف ما كتشوفي معايا اول حاجة كنديرو غرزة في التوب ومن بعد ترجعو الخيط في هاد الاتجاه وتنطلعو بحبكة فهادي غرزة في التوب اما الان ترجعو الخيط دائما في الاتجاه ديالنا وتنطلعو الابراء هادي هي الحبكة يعني كنشرح غر لاجل سيدات الممتدئات اما هاد خدمة هادي يعني معروفة يعني من الاساسيات ديال الراندغ انك تكوني كتعرفي يعني الحبكة سهلة وبسيطة بزاف ويعني تقريبا كل شي تعرف ليا فدائما كتخدمي غرزة في التوب وكترجعي فيها بالحبكة فقط غدا تبقى مستمر راقب هاد يعني بنفس الطريقة حتى تكملي القب او الاكمام مهم للمكان اللي غدا تخدمي فيه الدرس فانا غادي نستمر يعني غنزيد واحد شوية ونرجعو ونطلقاو باش نكمله مع عبدياتنا الدرس فالان غادي ناخدو خيط اخر حتى هو يعني مبروم على ثلاثة ديال الشعرات وغادي نجيول هادك الحبكة اللولة هي اللي غادي نتبت فيها الخير ونرجع للحبكة اللي حداها نوضع فيها الغرزة ديالي والان نرجع بالحبكة لاحظوا معايا انني هنا غادي نحبك جوج ديال الحبكات يعني هادي وغادي نزيد التانية فهنا واحد ملاحظة بسيطة بزاف اللي بغايت تستعمل جوج ديال الحبكات كيفما انا استعملتهم ديرهم ولي ما بغايتش تستعمل ثلاثة ديال الحبكات الهدف هنا يشنا هو انا الا استعملت ثلاثة ديال الحبكات فغادي نعطوك وحد الدرس غادي يجي شوية بعيد على بعضياته موهم تيجربهم بجوج والحاجة اللي عجباتك ديريها يعني انا هنا غادي نستعمل غير جوج ديال الحبكات بغايت الدرس يجيني قريب يعني يجي متقارب مو مغا تشوفوا معايا ده باشكل دياله كيفاش كيجي لاحظوا معايا من بعد ما تنتبتوا العقيقة ترجعوا بحبكة في نفس هذك الخيط اللي احنا تبتنا بيها يعني العقيقة عاد غادي نجيو لهد الحبكة الاولى لاحظوا معايا مزيان هذه الحبكة الاولى والان نوضع يعني الحبكة التانية هنا في ان قلت لكم اللي بغايت تدير ثلاثة ديال الحبكات فتديرهم الاختيار غادي يبقى هنا ديالكم انتوما واش بغايتو الدرس يجي يعني واحد شوية متباعد ولا بغايتوه يجي متقارب بزاف فلاحظوا معايا مزيان الآن غادي نركب العقيقة التانية انخلي دائما حبكة وتنجي اللحداها باش نقدر اناني نتبت هاد العقيقة هادي مزيان طبيعا الحالي لكان يعني الحجم ديالها اكبر فاتقدروا تخلي وجوج ديال الحبكات على حساب الحجم اللي انتوما عندكم فانا هنا الحجم ديالها يعني ما كبير ش بزاف متوسط ومتناسب يعني مع مشكل فهنا وضعنا الحبكة الاولى والحبكة التانية نرجع نركب العقيق ونكملوا المهم ثم غادي نتستمروا بنفس الطريقة حتى تكملوا يعني حتى تكملوا العدد ديال العقيق اللي عندكم ومتنسوش المعلومة اللي قلت لكم جوج ديال الحبكات او ثلاثة ديال الحبكات هاد معلومة مهمة بزاف فغادي نرجعوا ونشوفوا بطبيعة الحال الدرس ديالنا كيفاش غادي يكون لاحظوا معايق انا هنا كملت مو اما انا مختمتش هنا بزاف فغادي ناخد خيط اخر ونرجع نتبتو في هاد الحبكة هادي وغادي نمشي مباشرة الحبكة الاولى اللي عندي في الجهة يعني اللي من مورا العقيقة فغادي نتبت في ها حتى هي الخيط نحاول ان الخيط يكون ما مزيرش وما ما نخوفش يعني يكون خيط عادي والان غادي نرجع شوفوا الاتجاه ديال الخيط دائما اتجاه ديال الخيط كيكون بهذا الشكل والان غادي نوضع الحبكة عادي يعني غادي نحبكة عادية حتى نكمل هاد الخيط هادا اللي عندي هناك نخدمه بالحساب يعني غر عينكم ميزانكم في الخدمة غا تبقوا غادي حتى تكملوا هاد الخيط يعني اه ركزوا معايا غرع للاتجاه ديال الخيط فين كاين فانمشيوا بشوي يعلي نحتا نكملوا الخدمة ديالنا كاملة كنتمنى ان هاد العمل هادا ينال اعجاب ديالكم يعني دريس خفيف وساهل بطبيعة الحال يعني ما فيه حتى شي صعوبة عادي يعني غار الحبكة الحبكة راها ساهلة بزاف يعني بالزربة كتطلع وهاد دريس خصوصا الجلاب اللي كتكون خفيفة يعني كنكون وضعنا لها اساسا يعني نصف طوق خفيف فممكن تستعملي لي كذلك هاد دريس هادا لاحظوا معي غاد نرجع الحبكة اللولة وغاد نوضع فيها الغرزة الآن غاد نرجع نخدمه فوق هاد الحبكات اللي احنا خدمناهم فغاد نجي لهاد الحبكة ونوضع هنا لاحظوا معي هاد غرزة والآن كنرجع الخيط في هاد الاتجاه ونرجع ندخل الابرة وسط هادك الغرزة باش تكون عندي الحبكة اللولة ونرجع في نفس المكان يعني نفس العوينة اللي احنا خدمنا فيها او الغرزة اللي احنا خدمنا فيها فغاد نوضع لها الحبكة الثانية والآن الحبكة الثالثة هنا ضروري تديرو ثلاثة ديال الحبكات وتجيو لهاد النصف دائرة نتبتو عليها الخيط غادي نرجع هاد الفارغ اللي احنا خدمناه نوضع عليه ثلاثة ديال الحبكات كيف ما درنا في الأول الحبكة اللولة والثانية والحبكة الثالثة تقدروا هنا توضعوا عوض هاد الدريس هادة توضعوا الدرس ديال الواحد حتى هو غايجي مزيان موما انا فضلت نخدمها بهالدرس هادة لأنها يعني شكل ديالها خفيف وهالدرس هادة جاهزوين موما اختيار طبيعة الحركة بقا ديالكم كله واحدة تختار الحاجة المناسبة لها فهنا اوضعت ثلاثة ديال الحبكات غادي نرجع للنصف دائرة ونتبت الخدمة ديالي بغرزة لاحظوا معي ديما كنا نرجع في نفس النقطة اللي انا كملت منها الخدمة ديما غادي نرجع ونوضعوا الحبكة اللولى والثانية والثالثة فغادي نزيدوا يعني نبقوا هادين بشوية حتى نكملوا الخدمة هنا جوجر ثلاثة نرجع للنصف دائرة وغادي نوضع هناك يعني الدريس الاخير ديالي لاحظوا معي غادي نبقى خدامة حتى نوصل للراس ديال الخدمة يعني ابقوا غادي بالدرس ماشي ضرور انكم حتى انتم وتعطيكم نفس العدد اللي انا اعطاتني عادي جدا يعني انتي قد خدامة عينك ميزانك حتى توصل للنهاية فراح دم عايم زيان رجعت لهذه الحبكة هنا في انكت قلت ليكم اللي بغا تدير ثلاثة ديال الحبكات فهي تدير ثلاثة ديال الحبكات باش يجيوني يعني شكل ديالهم قريب لبعضياتهم لاحظوا معي الآن غادي نرجع عادي جدا نفس الطريقة الاختلاف غادي يكون غير في هذه الرجعة اللي غادي نرجع يعني غير في هذه الغرزة الاخيرة فهنا غادي نكمل حتى نوصل يعني للنهاية ديال هاد الناس في دائرة نزيد هنا وحده الآن من اللي وصلنا للنهاية غا رجع لنفس هديك يعني اللي ختمت فيها اللولة هي اللي غادي نختم فيها الثانية يعني نفس الحبكة خدمنا على جوج ديال الخدمات وكي بقى يبانا ذاك الخيط كي يعطينا حتى واي وحد ما نظر زوين هنا عشان قلت لكم اللي بغا تخدم ثلاثة ديال الحبكات فغادي يعطيها وحد المكان فين هي تختم هديك النس في دائرة يعني ماشي بحال ده بقانا هنا من اللي استعملت غير جوج فختمتهم بجوج في نفس الحبكة أما لستعمل سي ثلاثة ديال الحبكات فغادي تعتاك الحبكة اللولة تعتاك بوحدها والثانية تعتاك بوحدها مهم تمو جربوهم جوج يعني جربو ثلاثة ديال الحبكات وجربو جوج ديال الحبكات والحاجة اللي بنت لكم زيانة وزوينة ويعني سلكاتكم في الخدمة فديروها كحار one هنا غادي نكمل هنالخيط الي اتقادة هوا نبدله يعني نجيب خيط آخر عادين يعني فاش كنم بغوا نركبو الخيط كنم خليو passado الخيط الول متقطعهش خليه we can the first one نستمر في العمل واحد شوية قد نقطعه لقد قطعنا دابه يقدر يتحل ونحن نكمل الخدمة بشكل عادي فكما قلت لكم نفس الطريقة نفس التقنية هنا كتشوفوا معي كيف اتجاو يعني شكل ديالهم هو هذا كيفما انا خدمت هنا جوج ديال الحبكات خدموا ثلاثة ديال الحبكات وجاوبونا في تعليق شنو ليجاكم مزيان وجوج ديال الحبكات او ثلاثة ديال الحبكات فمرحبا بكم في القناة بالنسبة هنا مرحبا بكم كاملين ومرحبا بأي وحدة يعني جديدة لأول مرة كتشوف القناة وشكرا بزاف لأي وحدة كتدعمني بالتعاليق ديالها وبالضغط على زر الاعجاب